مساء الخير كل مشاهدي قناة نيسات مساء الخير يا مصر كل سنة وانت طيبة يا مصر كل سنة وقوتنا المسلحة بخير وسلام كل سنة وجيشك وشرطتك يا مصر بخير وسلام كل سنة ومصر وولدها طيبين النهاردة الزكرة الاربعين لحرب السادس من اكتوبر ذكرة بنعيشها وسط حفاوة ثقافية ورسمية وشعبية بذكرة هذه الحرب المجيدة لتعلي من قيم تجلت في مصر عام 1973 المنظر زي ما حضرتكوا شايفين في مصر 73 كانت بحق كل الجنود المصريين رفعوا قيم النصر النهاردة الحقيقة كل المصريين بيحتفلوا بمرور أربعين سنة على حربهم المجيدة بعد ثورة شعبية انطلقت في الثلاثين من يونيو 2013 لتطيح بحكم جماعة أبدت عدم احترامها لتقاليد مصرية عريقة وترافق في راسخ يعني من قيمة هذه الأرض النهاردة الحقيقة هنحاول نحلل المشهد الجميل في شوارع مصر وحنسترجع كمان مع بعض ذكريات الحرب الخالدة مع ضفنا وضفكو في الستوديو سيادة اللواء أركان حرب طيار نبيل عزة كامل قائد القوات الجوية الأسبق أهلا بيك سيادة اللواء شرفنا منور أهلا بيك فهمي سيادة اللواء يعني خليني أقول وسيادة جافسك كنت شايف مشهد الشارع مصري إزاي وهو بيحتفل طبعا بذكرة مش عايزين نقول بقى ذكرة عيد الناصر بقى عشان نكون يعني منصفين ذكرة دي حاجة حصلت وبنحاول نحتفل بيها لكن إحنا مستمرين في عيادنا يعني مستمرين في نفس الحفاوة واهتمامنا بجيشنا أول حقيقة لو سمحتلي قبل ما أبتدي كلامي أحب بعت رسالة تهنئة للشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباصلة وأنتهز هذه الفرصة علشان أبعت رسالة أعزاز وتقدير لشهدائنا للأبرار الأطهار اللو يعني ضحوا بحياتهم صحيح في سبيل إن احنا نحتفل بهذا اليوم العظيم ونوصل لغاية النهارة ونوصل لهذا اليوم النهارة أنا الحقيقة قبل ما أجي لحضرتك كان الساعة تقريباً اتنين كنت عمل مرر على مدان التحرير شفت كما لم يراها عيني قبل كده الحقيقة مظاهرة حب وفرح لم أتخيلها أنها ممكن تحصل أبداً في مصر لدرجة أنا ابتداء من النيل النيل مليان بالمراكب والفلوكات اللي مليانة فيها الناس مسكين الأعلام وبيهتفوا ابتداء من مدخل ميدان التحرير وجايبين العربيات اللي هي زي التوكتوك ده وحطين له ورد ملبسينه ورد والناس بتهتف وبتشجع وحطين صور الفريق السيسي وجمال عبد الناصر الزعيم جمال عبد الناصر والزعيم السادات والعلام بقى شغالة طبعاً أنا اشتريت علم وخطيته في العربية بتاعتي وأنا ماشي مظاهرة جميلة جداً ده فعلاً الشعب المصري بيبين عن مقدار حبه لهذه المناسبة واعتزازه بجيشه طول ما أنا ماشي بالعربية أنا الحقيقة ماسك العلم وماشي به اللي معاه علم زيه بيرفرفري واللي ما بيرفرفش بيديني كلاكسات لغاية لما وصلت بيتي كان حاجة جميلة جداً 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 أسعدتني لأن هو ده شعب مصري اللي بيقدل كل ما يتم في سبيل رفعته والاهتمام سيادة اللواء يعني عايزين نروح مع بعض الأهم الزكريات اللي ممكن نعيشها مع سيادتك دلوقتي يعني لو رجعنا بقى أربعين سنة الورا أي فهم وسيادتك تقدر تحكي لنا ذكرياتك هو يعني لو سمحت لي تفضلي فهم عشان أكون صادق في كلامي كله أنا مش نرجع للأربعين سنة بس نرجع لسنة تلاتة وستين لما اتخرجت من كلها الجوية كطيار مقاتل وبعدين تفضلي اتخرجت من كلها الجوية التحقت تلاتة وستين وتخرجت سنة خمسة وستين والتحقت بأول شغلي كزابط مقاتل في سرب في واحد سبعة في سبعة واحد الفين خمسة وستين وليه بقول سبعة واحد لأنه ده عيد عيد الملاد واللي طبعا اتقال لي يا ابن يا مفيش احنا خلاص انت انت سبعة العياد احنا لقيت بتاعنا ان احنا ندافع عن مصر مع في اللحظات دي الواحد اه معي خلاص اه الحقيق فعصرت طبعا حرب تلاتة اه سبعة وستين وعصرتها كطيار مقاتل وشفت ايه اللي تم فيها وشفت حرب الاستنزاف وما تم فيها وكان لها دور كبير جدا في حرب الاستنزاف واصبت وخدت عليها نجبة الشرف نجبة دجبة الشجاعة وسامل الشجاعة من الدرجة الاولى وربنا وفاني ان انا طبعا ناجيت من كل المخاطر الترطلة وده بفضل ربينا مش بفضلي لغاية لما وصلنا تلاتة وسبعين عشان كده انا جبت الفطرة دي عشان اقول لحضرتك ان تلاتة وسبعين دي ما ابتدتش تلاتة وسبعين كده بجمان بادري ابتدت من مجهود غير عادي وتعب وتضحيات وفداء من كل انا هتكلم عن القوات الجواب بس لان ده كله حصل في اكيد في افرق قوات المسلحة كلها لكن لان بس دي شفتوا عيانا سيادتك طبعا هو القوات الجوية الحقيقة كان البزل والمجهود والعرق والكفاح عشان نصل بتدربنا الى المستوى الراقي جدا اللي وصلنا لتلاتة وسبعين تلاتة وسبعين دي كانت الحقيقة بشهدتي انا بس لأ دي بشهدت كل العالم كانت حرب رائعة من جميع الوجوه طبعا قدرنا ان احنا نكسر المقولة الاسرائيلية اللي بتقول ان اسرائيل دي بيزرحها الطويل بتقدر توصل لهاي حتة بتضربهاي حتة وان ده كان جيش لا يقهر لا قهرناه واعتعنا له الزراعة دي في تلاتة وسبعين تلاتة وسبعين دي الحقيقة كانت نقطة يعني الكل ان احنا بنحتفل بيها فمن حق مصر علينا ان احنا نحتفل بيها تلاتة وسبعين دي كانت نقطة انطلاق جمدة جدا جدا ودي طبعا هنتكلم بعد كده وصلتنا ليه الحقيقة انا كذكرياتي في تلاتة وسبعين انا في تلاتة وسبعين كنت اه رائد طيار كنت نمرت نيد في سرب وقدت ساعتها في يوم ستة اكتوبر كنت الحقيقة اه وده عشان اواري حضرتك الاخفاء والتمويه والخدع الاستراتيجية عملت ازاي كان في طيارة ميج 21 كانت موجودة في اه في جناح السيانة في المازة هنا اه هنا وفقدت جيت عشان اخدها عشان اكمل ونزود السرب بتاعنا بطيارة فخدتها الغريبة انا طلعت الساعة واحدة وربعا وعرفت ان دي كانت اخر طيارة طلعت في الجو وطيارة مقتلة طلعت في هذا الجو ونزلت انا كنت السرب بتاعي بيتمركز في دراو اللي كان لنا مهمة حماية السد العالم من اي اعتدالة لان جات مرة اسرائيل كانت بتهدد انها ممكن تضرب السد العالم طلعت الحقيقة لكن فجئت وانا طالع انه هدوء تام وسكون تام نزلت طبعا وكنت طير على الستة كيلو ونزلت فلاقيت كل السرب طبعا كلهم في الطيارات مربوطين ايه اخوانا في ايه ده احنا دروقتي هطلتنا نطلع ان شاء الله عشان يحصل اللي كنا بنتمنى دايما اللي هي نعمل الضربة الجوية الولا روحت اتنالت من الطيارة لانا كان لازم تتمون لطيارة تانية واضطرابات وابتنيت بقى معارك الحقيقة الثلاثة والسبعين تلبسوا اللبس المميز اه لا ولبس التهران اه لا وكانت مهمة هذا السرب هو حماية اسراب المقاتلات القذفة من الميج 17 اللي دخلها ترمي تضرب السيادة كنت بتأمنوهم ايه تضرب مطار كان فيه مطار اسمه راس نصراني عند شرم الشيخ راس نصراني ده شمال شرم الشيخ وده كان فيه قوات اسرائيلية وكانت هي بتقوم برضه بتعمل لنا قلق فراحت الميج 17 ضربته واحنا اللي كنا بنحميها وحصلت بينا وبين الطيارات اليهودية اللي حابت تطلع تعترضها اشتباكات واعتقد ان احض ضربنا منا بس في المودة ما بتحولش تشوف انت ضربتش انت بتضرب طلقاتك وعشان بس الوقت وتنزل دي كانت بداية بدايتي انا في 6 اكتوبر ساعة اثنين بالضبط ابتدت بقى الحقيقة 6 اكتوبر الايام تمر بانتصارات الحقيقة للقوات بتاعيه لما دخلت وعملت الضربة الجوية وكانت ضربة جوية موفقة لدرجة شلت كل الدفاع الجو الاسرائيلي وضربت المطارات الاسرائيلية اللي في سيناء اللي هي زي المليز والسر والتمادى حتى لا ريش كانت حاجة جميلة جدا فضل هذا الوضع هي لغاية تقريبا ما 14 اكتوبر اشتبكات كانت جامدة اسرائيل بقى قررت في 14 اكتوبر ده انها بقى عايزة بقى تقضي تقضي على القوات الغوية النصرية هي كانت متهاية لها كده اه متهاية لها كده فعملت بغارات هي كدامة بس الغارة دي كانت قوية جدا كان فيها 120 طيارة اسرائيلي داخلت من جميع 120 طيارة داخلت من جميع الاتجاهات عدد مشؤولي عدد مشؤولي عدد مشؤولي عدد مشؤولي هي كانت هي اسرائيل تمتاز بالقوات الجوية والمدرعات هي القوات الجوية تأدي المهمة بتاعتها والمدرعات تخش فكان السلاح الرئيسي للقوات الاسرائيلية هي قوات الجوية قوات الجوية الحقيقة داخلت ب120 طيارة كان من نصيب المنصورة حوالي 40 طيارة طبعا راحوا هناك في المنصورة وكانت القواء القادة اللي هو في المنصورة وكل القادة الألوية كانوا مستعدين لمثل هذه اللي بتبنى على الرادار للاتجاه الداخل ودخلوا الحقيقة واعترضوها وحصلت معركة لم تحدث في التاريخ المقتلقية الاشتباكات الجوية الاشتباكات الجوية ما تزيدش عن خمس دقيق ست دقيق دي قعدة 58 دقيقة دا رقم وكان الطيارين بينزلوا ويعيدوا الرفاول ويروحوا طالعين تاني الدرجة القوات الاسرائيلية افتكرت ان القوة في المنصورة زادت فالداتج عن الاشتباك ده هو وقع حوالي 20 طيارة اسرائيلية من المنصورة فقط من اللي هو بتاع المنصورة فقط وهو أصيب وطبعا في حوالي ثلاث طيارات أصيبوا عندنا وكانت ثلاثة تانيين دي كان نقص وقود ونزلوا فورس لاننين يعني أو نزول التاريخ فكانت براكة هيلة جدا حقيقة ابتدت بعدها المنصورة بعد 14 احنا بقى سبت انا سبت بسربي سربت الجنوب بقى لان بلاينا الاتجاه الهجوب الرئيسي ده على المنطقة بتاعت القنال اللي هي من سويس لغاية بورساية فروحت انا بتشكيل التشكيل بتاك كنت انا قاعد هذا التشكيل للمنصورة أعزز المنصورة اللي ده كان يوم تقريبا 15-10 وفضلت بقى في البنصورة انا اشتباكت حوالي ممكن اكتر من 20 اشتباك جوي وطبعا اشتباكات الجوية اشتباك اشتباك حصل اصابات لطيارتي اربع مرات لكن ما حصلش انها وقت خالص لما اصيبتش دزلت بيها لكن انا ضربت بس معرفتي يعني ما كنت شكين ان انا في الوقت ده اقول انا ضربت لكن انا كنت منزل ان كان انت الزخيرة بتاعت بتتعفضي نتيجة ان انا كان بناش طيارات وبس كنت بحلل الافلام بس الحية كنت صادق جدا فقول انا مش متأكد ان اضربت عشان كده ما كانش انا يعني مشوفتش قدامي طيار بتولع فده اللي انا خلاني قلت انا يعني ضربت لكن هل قاعت رات لا انا متأكد ين قاعت رات لغاية انا فاكر اوه عصل بقى ساعتها يوم 16 الصغره الصغرة دي بقى الاشتباكات بتاعتها كانت جمدة جدا والبعارك جمدة جدا في حتة الصغرة دي لان الصغرة دي كانت الحياة حياة او موت وان كانت كان موضوع زي ما عرفنا قبل كده كان موضوع دعاية هبلة من القوات الاسرائيلية انها تخش في منطقة تجمع الجيش الثاني والثالث في منطقة معروفة ان اجتماع الجيشين تبقى ضيفة شوية فداخلوا بها وحاولوا ان يخشوا السويس وخدوا درس لن ينسوه ولم ينسوه في السويس انا حياة حصل اشتباك برضو فوق بالضبط فايد مطار فايد وانا برضو خلصت كل زخيرتي وبعدين في الاخر لقيت ان الطارة بتاعتي بتتضرب فقلت انزل مطار فايد لانا كنت فاكرة انه تبعنا مكنش لسه جات لنا معلومات ان اخدوها وانا نازل عادي جدا فنزلت العجل وبصيت لقيت في طيارة احنا دايما كطيارين بناخد فرق اسببها فرق التمييز جوي نعرف ايه الطيارات دي وايه الطيارات التانية فلاقيت طيارة عرفها ده سي مية وتلاتين اللي هي ما كانش عندنا لسه سي مية وتلاتين دي كانت موجودة في اسرائيل ولاية النجمة بتخيل بقى اروح طبعا لامي بالعجل وفاتي اقصى ما كان مع ان الطيارة كان فيها لو سبار اه خلاص نازل ونازل برجليه بقولهم انا اهو فروح طرفها لاجل ومكبل طبعا على وش الارض وجابت لي ربنا الطاور اللي يوصلني لغاية ما ترى محمد وفتلنا بقى ننكبل هذا المشوى لغاية لما حصلت واقف القتال كان فيه اعتقد 22 اكتوبر فالحقيقة الزكريات دي بتتنسيش ابدا وكانها تجيتها الاحتفال اللي احنا عم نحتفل بيه ده وان احنا فعلا دخلنا وعبرنا ورجعنا سيدة تاني لكن الحقيقة كان فيه ملحمة جامدة جدا بين القوات الجوية وبالذات الدفاع الجوي فالجوي ده كان سدد لنا جدا لانه هو اللي كان فعال وقوي جدا في انه كان بيتعامل مع قوات التغران الاسرائيلي بمنتهى الحرفية ده غير طبعا قوات البشابة ده اختلهاش اللي عبرت وعدت والمضرعات كله في مهمته وفي اتجاهه عمل اقصى ما يمكن نعمله فده تاته السابعين احيان من انسياش لغاية الدولة دي لكن تعرضت سيادتك لمثلا لقذف وكان كنت مضطر انك تقفز بال انا في حرب الاستنزاف المظلة اه في حرب الاستنزاف برضو لأول مرة كانت تشترك طائرات الفانتوم ضمن القوات الجوية الاسرائيلية واشتبكنا مع طائرة فانتوم كنتش عارف اندي فانتوم فانتوم تبتاز بكمية نيران رهيبة جدا وكان كمين وما كان دائما بعملو كمين فكان كمين برضو طرابت على طائرة لكن انا حسيت بفيه في طائرتي بتتضرب ونطيت عندها ضبط الجلالة البحرية ونطيت الحياة وما فيش اسبوع كنت راجع تاني وكانت معركة كبيرة جدا وخدت فيها نوت شجاعة لولد حضرتك من درجة لولى لكن بتلبسوا ليبسي سيادت الليوة لطائرة المقاطر الواحد بيشوفوا بيبقى زي بتقول فضاء كده بس بنحس ان انتو مكبلين جوه الكبينة الكبينة دايقة زوارة جدا الميج 21 هي كنت ما انا كل طيراني على الطائرة الميج 21 هي ضعوبك على قد الكبينة ما فيش بتقدرش تعمل حاجة عددات كتير سويتشات كتير لازم يبقى فيه ماسك الاكسجين فيه بدلة اسمها بدلة الضغط الجي بتاعت الجي لازم طبعا لان انت بتتعرض ضغط عالي جدا يصل لعشر واثناشر لازم يبقى فيه ضغط على جسمك وإلى يجيلك حاجة اسمها بلاكاوت في الطائران ويجيلك زي غماء وقتي لكن الحقيقة بدلة الضغط دي بتعوضك طبعا الاكسجين 100% لازم جوانتيات لازم جزمة تبقى بتاعة البوتل هي دايما دي اه عشان لو نطينا ولا حاجة بيبقى معك دايما في الحرب لازم يبقى معك مسدس كالدفاع الشخصي فلا كان لبس يعني صعب على المكان الصغير بتاعة الكبينة يعني كلنا كنا بنحس كده ان انتوا بتبقوا يعني ده ايه بقى ده طبعا ده نهيك بقى حضرتك عن الارتفاع العالي لو ارتفاع العالي يعني منطلع ساعات فوق 12 كيلو 13 كيلو 15 كيلو لازم بدلة زي بدلة الضغط زي بدلة طول فضاء لازم ييجي واحد مخصوص يلبسها لك لان بتخط المسك وبتخط الجاشة اسمها جاشة واللبس كله خرطيم وما تقدرش تتحرك ويعني بتبقى التحرك صعب جدا لان هي لشان بتطلع الارتفاع عالي وسرعة عالية لازم تتطلب اللبس بس الحقيقة ما كانش بطلوبة اسداء الحروب دي كلها لان احنا ما اضطرناش ان احنا نطلع الارتفاع اكتر من 6 7 كيلو لانكو انجزتو الهدف بتاعكو يعني بسرعة اه فالحقيقة 3 و سابين دي ذكرياتها معايا وزي ما قلت حضرتك دي ما جاتش من فراغ جات من تدريب عنيف وجهد طبعا وناس ضح هنا ضحوا بنفسهم في اسناء التدريب وما تستطيعش حضرتك ان التكلام ده التدريب ده كله اسناء حرب الاسنزاف يعني فيه حرب بيننا وبين العدو الاسرائيلي مش هادية لا 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 فيه حاجات مناوشات طبعا بس على خفيف فعلا خفيف لكن التدريب كان لازم يبقى لي عندنا التدريب وده غير طبعا كانت التفريغ الطيرين مستمر جدا وطرينا ان احنا كنا نبعد طيرين صغارين لروسيا عشان يتدربوا عن ميجو عدو شينويجو وعملونا طبعا اخدوا فرق بسرعة لان احنا ما كانش عندنا وقت الحقيقة ندي فرق اقتال لان كلنا كنا مجغولين بعملية الدفاع الجوي وصد العدو اليوود فكانت هي برضو الفرق اللي تمت فيه في روسيا كانت ابتداء من دفع اعتقد عشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين يعني وقفت جامد جدا ورفعت كفاءة القتالية كعدد وككفاءة للقوات الجويجو طب سيادة اللي هو يعني رد فعل اسرائيل وقتها كانت متخيلة ان هي حتدمر القوات الجوية المصرية او كانت دي كان هدفها هدفها زي ما عملت الكلام ده في سبعة وستين يعني سبعة وستين اسرائيل عملت ايه؟ دخلت ضربة كل الطيرات على الأرض والأسف الشديد لسبب ان انا مش عايز اتدخل فيه دلوقتي ان ما كانش فيه حاجة اسمها دوشم طيارات فكان كل الدوشم على العراء فدخلوا طبعا في يوم خمسة يونيو اه ضربوا انا ابتدوا الدرب تمانية ونص احنا وصلنا تسعة للربع في انشاص خلصوا على كل الطيرات اللي موجودة في طلعة واحدة احنا اللي نفعنا ان احنا كان لنا طيارات عاملين لها في الجنين عارف انشاص تمتاز بجنين المنجة والحاجات دي كلها كمين بقى كان طيارات وايه وكانت الطيارات دي اللي احنا ايه فيها اعطاب فحطيناها طبعا بأسرة ما يمكن عادنا صلاحيتها لكن اللي نفع فعلا وانا لازم اشيد بهذا الكلام اخوانا العرب اخوانا الجزائريين الجزائر الحياة بعد ثلاثة ايام من خمسة يونيا طالبت ان احنا تبعتونا نروح هنا كطيارين نجيب كل الطيارات الميج وحشرين عندهم شو بقى التضامن العربي بيحصل فيه ازاي وكل الميج سبعتاشر اللي عندهم وراحوا طيار جزء من طيارين انا عادت الحياة عشان ما خليش المنطقة فاضية الناس زمالي راحوا وجابوا طيارات الواحد وعشرين والميج سبعتاشر اللي موجودة من الجزائر والجزائر الحياة مشكورة يعني ردت جميل زعيم جمال عبد الناصر لما وقف معهم في حرب الاستقلال بتاعتهم ضد الفرنساويين ففعلا الناس ما بتنساش الاساء ما بينسوهاش والاحسان طبعا والحير بينسوهاش فانا بشيد طبعا بدور الجزائر زي ما احنا طبعا بعد كده ما يجي الوقت ده احنا اتكلم بنشيد بالسعودية والكويت والامارات في وقفها جنب مصر يعني بس احنا سابقنا الكلام طيب ما هو بالفعل يعني كنت لسه حسأل سيادتك هل الوطن العربي دوره كان واضح للكل ولا قلة بس اللي عارفين دور الوطن العربي ومشاركته مصر ده طبعا معروف لان لما نفكر في 67 ان الملك فيصل الملك السعودية اوقف اوقف الارسال البترول لامريكا وكان فيه يعني احياء موقف جامد جدا معهم والحقيقة لا الناس ما تنساش دول مصر الدول العربية ما تنساش دول مصر أبدا وبيقفوا وغير طبعا باني الايام دي وهو انت حضرتك شفت الموقف اول في 30 يونيا 30 يونيا وفيه 3 يونيا كان موقف الملك الملك السعودية ايه الملك عبد الله الملك عبد الله لما قال انا اعدد الثورة المصرية وكان موقفه قوي جدا لدرجة انا اعتقد انه اثر جدا على جماعة بتوع الاوروبيين اللي هو المجلس التعاون الاوروبي هم حقيقة كانوا بيجيبوا معلومات مغلوطة وعايزين يرسموا صورة غير الواقع لنفسهم ويصدقوها واحنا هنتكلم بعد كده ان دي مؤامرة وانا مش عايز اسبق الحداث المؤامرة بقى لشان ربنا رايد الخير بمصر انا مش هتكلم مؤامرة من فراغ ده الامريقاني نفسه بيقول ان دي مؤامرة مبارح اللي هو الرئيس اركان القوات الامريكية المستركة عادي نسمه شيلتون اعترف بالمؤامرة دي كانت شكلا ايه احنا سبقنا الحديث الحديث خليني ارجع مع سيادتك لذكريات اكتوبر والنهاردة برضو 6 اكتوبر ده بيوافق ذكرى اغتيال الزعيم انور السادات حقيقا كيف يرى اللي هو نبيل عزة شخصية الرئيس السادات لو سمحت لي يعني انا فضري يعني رئيس انور السادات ده ده حاجة كبيرة جدا فانا باجه اتكلم عليه يعني يعذرني في ان انا اتكلم عنه ان راجل الحقيقة يعني على الا رؤية سيادتك للشخصية هو كان راجل بين الزكاء والدهاء واسباح اولي اقول الكلمة الدهاء دي اللي سبق بيه كل عصر والحقيقة يعني كان عنده وجهة نظر بايدة جدا انه هو فعلا الفين الاتجاه اللي بفروض يوصل مصر اللي بطلبه ودفه وقدر يعمل كده وان كان ده الحقيقة ما يعني ما كانش يستاهل اللي خصله ده الحقيقة اللي حصل انه هو يعني يختيل هو كان يدبره خيانة طبعا يختيل يعني هو عمل لمصر ما لم يعمله اي حد غير الزعيم عبد الناصر طبعا واسمح لي اقول له زعيم لان كلمة زعيم دي ما تتقلش لاي حد طبعا الزعامة دي زعامة هو اللي بيطلق الشعب مش هاي حد تان واعتقد ان الزعيم جبل عبد الناصر كان زعيم ببعنى الكلمة برضو احنا بالنسبة لاحداث انا لم ابكي في حياتي زي ما بكيت يوم وفاة الزعيم جبل عبد الناصر لان انا كنت ساعتها في طلعت عمليات ونزلت منها وانا لسا بلبسي للأسف شديد بقيت في وجوم جامد جدا في السرب يعني وفي الجناء الراديو والتلفزيون بيزيع القرآن فقلت لهم في ايه فقلت بيع في حياتك انا كل اللي انا عملته ان انا حطيت راسي على الحياة كده وكنت لبسي الطيران وقعت ابكى بكيت بكاء كما لما ابكيها ابدا الحياة على شخص غير ابوي عمي اللي ارحمهم لما ماتوا بعد كده وانا طبعا كنت الناس اللي كان لي الشرف ان انا قمت بالطيارة في الطيارة الاربع طيارات اللي قاموا بحماية الجنازة بتاعته كانت في ميدان التحرير والحياة واحنا طيارين كنت بابص اشوف نمل جموع دي اللي كانت رايحة علشان تشارك في وداع زعيمها هو كان يوم رهيب يوم رهيب جدا الحياة انا بقول لحضرتك انا لم ابكي في حياتي حسيت كده ان انا ضيعت انا ومصر ضيعت اللي كان لممنا وحمينا طب وبعدين سيادتك كنت حاسة انك فقدت اكتر منك فقدت زعيم اه بالضبط كده صحيحة للعيسان والسادات جلما جيه كان عنده زكاة جامل جدا وهو طبعا اللي كان سبب فيه بناء الجيش المصري من جديد بعد طبعا اللي حصل فيه 67 طبعا خليني اقفز شوية عن مشهد او اقفز مبكرا يعني لو كان الموضوع كان هيكون معي متأخر شوية في الحوار سيادتك حسيت انك فقدت حاجة كبيرة بوفاة الرئيس السادات برده واعتبرته قائد ومعلم وذو خبرة ودهاء هو اتفاض انا اسف يعني لا اتفاض موقف الفريق السيسي النهارده اللي انقذ مصر زي ما سيادتك قلت نستاذ انقذ مصر ايه ازاي اه نشوف اوجه شابه لدور الفريق السيسي مع الزعيم الراحل اه انوار السادات هو عشان ايوه اكون منصف بقى الحياة اقارن المقارنة اذا كنت ليه الحق ان اقارن يمكن مع الزعيم جمال ابن نصر لان ايه اول شابه لسيادتك شايفه اولا حب مصر اول حاجة الحقيقة كان الزعيم جمال ابن نصر بيحب مصر دي حبا غير عادي هو عايز يرفع من شعبها ويعتلي بيها مرتبا مظبوطا اللي تتناسب هذا الشعب المصري وخصوصا كان طالع من الملكية واللي حضرتك عارفة فهو اول حاجة حب مصر وهو يعني وصف الزعيم دي جات من اين من تأييد الشعب المصري ليه وانا ليتسا بقول لحضرتك الجنازة بتاعته كان شكله ايه نيجي للفريق اول السيسي الحقيقة بيتمايز بحبه الغير عادي لمصر وانه فعلا عايز يرفع هذا الشعب بالرغم من ايه هو عارف كويس جدا انه قد يتعرض ليه مشاكل هو اكتر واحد عارفها الى انه في سبيل حبه لمصر بتا الناسة كل ده ويخبط زي ما بقول في الحديد علشان بيحب مصر وما يقبلش ان مصر تبقى عرق تانية ولا سوريا تانية الحقيقة ودهنا شايفين اللي حصل في العرق ايه واللي بيحصل في سوريا ايه واللي حصل في السودان ايه واللي هيحصل في تونس ايه واللي كان عايز يحصل في البحرين ايه فهو الحقيقة اول بيجمحهم الاتنين حب الشعب المصري اليوم ونقدر نقول بالن انه هو عنده جميع المصفات انه يبقى زعين لأن الزعامة دي بتيجي مش بالألقاب بتيجي من الشعب هو اللي بقول ده زعيم مصر هو اللي بيقرر ده أنا أقول ليه بقول لحضرتك كده لما شفت الحقيقة صوره النهاردة والأولاد الصغرين شايلين سيرته هو وزعيم جمال عبد الناصر محدش اتشارك الشعب ده زكي قوي جدا بيقدر يربط أحداث حتى وشخصيات فيها فارق فيه بينها فارق الزمني لكن هم معارفين مين اللي بيحب مصر مش بعد كده أن أنور السادات بيقدش بيحب مصر لا كان بيحب مصر بس الرئيس أنور السادات قد يكون في أواخر أواخر حكمه يمكن ده كان لصالح مصر كان ليه شوية طبعا قرارات محدش علامها غيره ويأكيد ده كان برضو لصالح مصر يمكن زعلت شوية الناس مش اللي هم اختلوه لا 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 من بعض الشخصيات اللي حاولوا اللي حاولوا يقصيهم معقتا لغاية لما رجع سينا وبعدين كانوا كانوا بيقال إنه هيرجعهم تاني يمكن ده عملت نقطة كده شوية لكن أنا بتكلم عنه اللي بيجمع عليه الشعب كعزاء عيني بشكل عام سيادة اللي هو يعني خليني برضو أقولي سيادتك إن وقت الحرب كان في عدد من الإجراءات والقرارات ما يعني ما لقيتش طيب يعني هل كل القرارات دي لم تجت معارضة مثلا من الشعب زي زي مثلا سيادتك إن الشعب المصري تحمل نفقات زيادة الإنفاق العسكري من خمسة ونصف في المية من ناتج المحلي لواحد وعشرين ونصف عام تلاتة وسبعين وتحمل تمويل احتياجات رقوبات المسلحة لا طبعا حصل رد فعل الدليل على كده كمان هو كان الزكاء في الرئيس السادات إنه ما كانش بيعلن إنه هتحصل خارب وما كانش بيقول ده من الزكاء الاستراتيجي أو التخطيط للمعركة نفسها ما كانش بيوحي إنه فعشان كده الشعب شايف إن الله فين ده إحنا عمليين نتكلف فلوس كتير قاعدين في حب أكبير علينا وبعدين ما فيش ناتج لغاية لما لو ناتج كان تلاتة وسبعين ففعلا دي انتهت يعني لكن كانت موجودة وأنا كنت عصرت برضو نقطة الغلاء ده وحصلت شوية مناوشات ويمكن مظاهرات فكرة كان بتاعة الهرم والكلام ده آه وقتها كان فعلا في شوية مظاهرات ما عيش أصارها عجوز شوية الكلام ده أرينار عشتها مناوش عشتها مناوش لكن آه وشفت مناوشات لكن عتقن إن الزي الرئيس أنوار السادات كان بيستحمل كتير في سبيل إنه برضو عارف إنها تبقى إيه والهدف هيبقى إيه وهو حقيقة يشكر عليه الحقيقة يعني هو اللي عمله بيدرس حاليا بره آه إذا كان آه إنتصار أكتوبر أو معاهدة كامب ديفيد فالحقيقة حياته حافلة يعني ما نقدرش حافلة وهو كان سابق عصره هو كان تفرد عنده ذكاء غير عادي للمستابد وكان شايف خيوط اللعبة كلها شغلت إزاي وبتمشي إزاي وعمل أشتغل على الأساسة الحقيقة كان سابق عصره بتاني حس بيها دولاتي أنا النهاردة شفت الحقيقة حرم الرئيس السادات وهو ما جاي بينها على الهوى وهو شفت الابتسامة أول مرة كانت تعيح صلى الله ابتسامة في ذكرى ستة أكتوبر لأن حست إن طبعا الشعب المصري حس بعمل إيه السادات فكت سعيدة جدا وإنها فعلا وقالت أنا سعيدة جدا إن عشت اليوم اللي شفت في الزكرة الأربعين لي الناس بتقدر الرئيس السادات في الزكرة بتاعت هذا الاحتفال لأن الأحساعد بيبقى مركز كدا على الفريس سيسي يومها وهو كان حاطت يده كدا بفق وبيبص مستغرب إيه اللي بيحصل ده أنت بيتكرم إلا حرب أكتوبر بين الناس اللي حاضرين الناس اللي كانوا سبب في اغتياب الأمر السادات فلو خد حضرتك شفت شكله زي ما ورده شفت شكله برضه يوم الخطاب يوم الخطاب هو كان شكله مستغرد في تأمل أو في تفكير وبيفق يعني مشغول الراجل ده زعيم فعلا زعيم فعلا كل ده هو مش بفكر في منصبه لا لا هو فكر في حوال الدنيا بلد هيحصل فيه وبيحصل في البلد ايه والبلد رايحة فين وكنا ناخد هذا القرار في انه يدي له المهلة دي في ثلاث تيام تحس ان الراجل ده فعلا مؤمن بقضية هذا الشعب ازاي هو اللي كان مولفت سيادة لي والخطاب اللي قبل الاخير كان معالي الفريق السيسي واضح انه في حاجات كتير قوي في دماغه واحنا مش قادرين نعرف هو بيفكر في ايه بالضبط وفي حالة من الاستغراق العميق والناس كلها بتقول يا ثرى ممكن يكون بيفكر في ايه او ناوي يعمل ايه وهل هيشوف الدنيا قدامه كده وحيسكت بس مسكتش بس هو يعني بس هل سيادتك قريدت الكلام ده فعنيه او في نظر او في فريق التفكير او في ايه او في ايماءات لكن الجماعة العسكريين وانا عضيت فوق الاربعين سنة في العسكرية يداروا يفهموا برضو العسكري اللي ازايه من الخبرات يعني يدار يفكر ازاي لان انا حقيقة مثلا انا يعني اواخد اركان حرب اواخد زمالة كلية الحرب العالية من اكلمية ناصر العسكرية يعني يمكن جماعتنا كلية ناصر العسكرية دي بكل القوات المسلحة يعني وفي زمالة مثلا يعني مثلا انا كان من زمالة في كلية الحرب العالية اللي هو سمير فرج مثلا هو الوزير المعروف بمخه الناور جدا متفتح جدا وكان كاتب النهاردة مقالة جميلة جدا في الاهرام فقدرنا فعلا نعرف الناس كلنا بنفكر ازاي والتأمل ده بيكون سببه ايه ففعلا لا بيبقى معروف وانا كنت متوقع ان الفريق اول السيسي هيصل لهذه المدينة يعني قدرت سيادتك تستشفي الكلام ده قابليه حسيت حسيت اه وان كان انا عمري ما قابلته طبعا انا الحياة بس بحسك العسكري سيادة اللوع يعني خلينا نكون منصفين يعني كسيادتك كلوى طيار ليك حسة عسكرية اه يعني هو كمان نحس العسكري بيجي كمان مع المناصب اللي واحد اخدها يعني انا عشان اوصل ابقى رئيس اركان القاتل الجوية انا مريت على قائد سيرب جوي مقاتلات قائد لواء جوي مقاتلات رئيس فرع المقاتلات بالشواب التريب كلها اه كنت ماسك اه 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 نائب رئيس شواب التريب الجوي ثم البنصب اللي بعتزي بيه الحقيقة هو قائد المنطقة الجوية الغربية فده طبعا هيكلمنا هنكلمك بقى على موضوع اه ازاي والنتمسيح يعني في بعد الفاصل نحل المشهد الراهن مع سيادة اللواء أعزائي مشاهدين فاصل قصير نتواصل مع الفاصل